هذا فيما يخص النادي الاهلي ماذا عن نادي الزمالك؟ جوزيجو ميز المدير الفني لنادي الزمالك بيفكر انه يدفع بيوسف اوباما في مركز رأس الحربة في هذه المواجهة مواجهة النادي الاهلي يوم الجمعة القادمة يوسف اوباما من اللعيبة اللي بتقدم مستوى جيد جدا الفترات الماضية ولما بيلعف رأس الحرب برضو بيقدي بشكل كويس هو شايف انه ممكن يبقى افضل من سيف الجزيري وان كان سيف الجزيري ما زال في السرعة ولكن هو بيفكر في اوباما عشان تحركاته الكتير داخل منطقة الجزاء وغالبا الزمالك هاشتغل على التحولات في هذه المواجهة فشايف ان اوباما ممكن يكون له الافضلية في هذه المباراة ده بالنسبة ليوسف اوباما وهجوم نادي الزمالك المحاضرات الفنية اللي عملها جميز مع لعبي نادي الزمالك جميز حذر من اتنين من لعبي النادي الاهلي تحديدا اول اللاعبين هو حسين الشحات تكلم عن تحركاته الكتير داخل منطقة الجزاء بييجي من الجراح وبيخش منطقة الجزاء كمان حذر جدا من امام عشور ونشاطه الكبير في وسط الملعب هو طلب من لعبي نادي الزمالك انهم ما يدوش فرصة ابدا لامام عشور انه يسدد على المرمى ودايما يتم الضغط عليه في نفس الوقت جميز طلب من معونيه تقرير شامل عن وسام ابو علي ومودست وكهربا عشان يبدأ يبني خطته الدفاعية لإيقافكم مع السنائي الهجومي على اليمين وعلى اليسار بالنسبة لي النادي الهجومي طيب